إذا كانت المرأة تأخذ من مال زوجها بدون إذن لقصد حفظ المال مع أنه لا يقصر في النفقة عليها ولكنه كثير الإسرار هم حكم أردد جال المرأة تبعينها المأجورة إذا كانت تعينها على الاقتصاد وعدم الإسرار وإذا جاء بأموال النفقة حذرت منها بعض الشيء لألة وللحاجة هذه مأجورة ومشكورة وما أقل لها أولا أقل لها إذا كانت تأخذ من المال اللي يأتي بها للنفقة تحوظ بعضها وتشتري للبعض الحاجات التي تهم المنزل وتكتصد في النفقاتها المشكورة ومأزورة ولها أن تأخذ من مال حاجات إذا كان بخيف كما سمعته باللدوح لها أن تأخذ من مال من يكفيها ويكفي بنيها بالعروف أزواج يختلفون بعضهم سخي وبعضهم مصدر وبعضهم مقتل فإذا كانت مرأة صالحة فلها أن تجتهد فتحفظ من ماله من ينفعه إذا أعطاها أموالا للمأكولات والمشكوبات والأخذ ذلك أو لكشوتها تحفظ منها ما ينفعها وينفعه وتصدف الذي تدعوه الحاجة ولا تسهد ولا تقتر بل بين ذائب وإذا تكتر أهواء وبقي لهواء فلها أن تأخذ من مال المعروف من غير علم ما يكفيها ويكفي بنيها كما ثبت في الصحيحين هذه هندس حذبة وأعطي أبي صفيان رضي الله تعالى عنهما أما اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله إن أبا سجان رجل شحيح ما يوقي لما يكفيه ويكفي بنيه قال لي للنصة لأخذ المعروف ما يكفيه ويكفي بنيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي لما يكفيه ويكفي بنيه قال المعروف إنه المتعارض لذلك إسرار ولذلك زيادة تضرر بل قد رح حاجتها في ملابسها في ملابس أولادها في طعال المحتاج فقطنا ترجمة نانسي قنقر